لا تختصر جرائم الوحدات الكردية ضد السكان العربي في المناطق التي استولوا عليها بل طالت بحسب منظمة حقوق الإنسان الكردية المدنيين الأكراد في عفرين حيث اتهمت المنظمة ما يسمى بالإدارة الذاتية باستغلال النازحين المدنيين في تحقيق مآربهم المنظمة وفي بيان لها نقله موقع باس نيوز كشف عن انضمام المئات من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي بي واي دي إلى ميليشيا أسد والميليشيات الشيعية في ريف حلب مشيرة لقيام الوحدات الكردية قبيل انسحابها من منطقة عفرين باستحاب أهالي المنطقة كدروع بشرية في الطريق الواصل بين بلدتين نبلة والزهراء كما قامت بتلغيم الطرقات ومنازل الأهالي المعارضين لها ما أدى لمقتل العشرات من سكان المنطقة بيان المنظمة حمل الوحدات مسؤولية التغيير الديمغرافي الحاصل بالمنطقة وذلك بعدم السماح لأهالي المنطقة القاطنين في المخيمات بالعودة إلى ديارهم وإلساق تهمة الخيانة للموجودين في قراهم وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة وتركيا مطالبات أهالي المخيمات المنتشرة في منطقة الشهباء قرب مدينة حلب تصاعدت في الفترة الأخيرة للعودة لمنازلهم بحسب بيان المنظمة بالتزامن مع أوضاعا إنسانية صعبة يعيشها النازحون إضافة لانتشار الأمراض والأوبئة والمشاكل الاجتماعية إلا أن النازحين باتوا رهائن بيد الميليشيا خاصة بعد أن عمدت إلى تلغيم محيط المخيم لمنع أي محاولة للفرار محاولة للفرار